تتطور الأمور بشكل دراماتيكي في العراق لتتجه نحو منحا مفتوح على كل الاحتمالات بعد التهديد المباشر الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوعدا إيران بدفع ثمن باهض جدا ومحملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية تتعرض لها سفارة بلاده في بغداد بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية عاجلة من مشات البحرية الأمريكية جوا إلى مجمع السفارة فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أن حوالي 750 جنديا سيجري نشرهم في المنطقة فورا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وجهه الآخر اتهامات لأربعة من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران مؤكدا أن الهجوم نظمه الإرهابيان أبو مهد المهندس وقيس الخاز علي وبمساعدة رجلي إيران هاد العامري وفالح الفياض وذلك بعد أن ظهر عدد من قادة الميليشيات بعضهم مشمولون بلائحة العقوبات الأمريكية داخل باحة السفارة التي اقتحموها مع أنصارهم وعبثوا ببعض محتوياتها الخارجية مطلقين هتافات مؤيدة لإيران ولقائد فيلق القدس قاسم سليماني عناصر الميليشيات الذين عبروا بوابات المنطقة الخضراء بكل سهولة ليصلوا إلى مبنى السفارة الأمريكية لم يواجهوا أي مقاومة بل إن مصادر من داخل المنطقة المحصنة أكدت أن إدخالهم جاء بالتنسيق مع القوات الحكومية التي استأسدت في وقت سابق على المتظاهرين السلميين وتصدت لهم بالرصاص لتمنعهم حتى من عبور جسري الجمهورية والسينك فسقط منهم مئات الشهداء والجرحى وبينما غابت سولات ما تسمى قوات مكافحة الشغب ظهر نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير يار الله وهو يفاوض عناصر الميليشيات متوسلا إليهم للانسحاب من قاعة استعلامات السفارة التي أحرقها هؤلاء على مشهد من القوات الحكومية وأمام التصريحات والتعزيزات الأمريكية يبدو أن الوضع ينذر بتطور يخرج الأمور عن السيطرة ويضع السلطة في بغداد في مأزق أكبر يفوق قدرتها على الموازنة كحليف لخصمين لدودين أو بعبارة أدق كتابع لهما خصوصا إذا ما دخل في صراع حقيقي